تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت فعاليات اليوم الأول من البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها الكوات المسلحة خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وشهد اليوم الأول من البطولة تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة لناشئين تحت سن الرابعة عشر وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة انطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر إبريل الجاري شهد اليوم الأول تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة جي سيفن للناشئين تحت أربعة عشر سنة والذين يمثلون مستقبل الرياضة الفروسية في مصر وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز والتي شرك بها تسع دول عربية نجح الفريق المصري في تحقيق المركز الأول فيما جاء الفريق القطري في المركز الثاني والفريق السوري في المركز الثالث موسيقى كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية للتقاط الأوتاد الرمحة على المستوى الفردي والزوغي والفرق والتي شهدت منافسات قوية بين كافة المشاركين وهو ما أظهرته النتائج التي جاءت متقاربة إلى حد كبير على مستوى ثلاثين فارس من ست دول عربية حيث جاءت مصر في المركز الأول في المنافسات الفردي بنتيجة إحدى وأربعين نقطة ونصف فيما جاءت الأردن بالمركز الثاني بنتيجة إحدى وأربعين نقطة وكان المركز الثالث من نصيب العراق بنتيجة أربعين نقطة موسيقى وعلى صعيد الفرق استطاع الفريق الأردني الحصول على المركز الأول في المنافسات بنتيجة مئة واثنتين وأربعين نقطة فيما جاء الفريق المصري بالمركز الثاني بنتيجة مئة وأربعين نقطة والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنتيجة اثنتين وثلاثين نقطة موسيقى موسيقى البطولة انطلقت اليوم تحت رعاية فخامة الرئيس الفتاح السيسي وهذا كان طبعا مسام كبير لرياضة التقاط الأوتاد وللبطولة بشكل عام سواء البطولة العسكرية العربية للفروسية مصر عشرين اربعة وعشرين هذا وسام كبير افتتاح منشآت في مستوى عالي جدا بطولتين بطولة قفز وبطولة التقاط شغالين في خط متوازي نبارك مثل ما قلنا الفرق الفائزة وكذلك نبارك الفرق الفائزة في قفز الحواجس ونتمنى التوفيق لبقية الفرق في الأيام القادمة ان شاء الله بشكر جمهورية مصر العربية على الاستضافة الرائعة لهذه البطولة وعلى التنظيم الرائع والحقيقة النجاح هذا نتيجة تعب وتحضير طويل لهذه البطولة بشكر جمهورية مصر العربية قيادتنا شعبا على هذا التنظيم الجيد للبطولة الحمد لله ربنا وفقنا النهاردة وفق المنتخب حصلنا على المركز الأول ميدالية الذهبية في بطولة الفرق في البطولة العربية العسكرية الأولى النسخة الأولى منها وده يعتبر بالنسبة لنا الحمد لله إنجاز كبير وتزامن مع افتتاح نادي الفروسية بالعاصمة الإدارية في المدينة الأولمبية فبالنسبة لنا يعني الحمد لله ده كان يوم مميز جدا